السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري لبس عليكم امركم زيانة احوالكم طيبة نتمنىكم تكونوا كاملون بخير وعلى خير ومرحبه بكم معي في قناة جهوة سليمة ان شاء الله اليوم غدي نشوفوا مع بعضياتنا مجموعة دي الوصفات او لا اقتراحات لوجبات غداء وعشاء اقتراحات اللي هي متنوعة غيروا بها في الاطباق ديالكم وهذا تحت طلب العديد من الاخوات اللي كيبغيوا اقتراحات الوجبات غداء وعشاء الاسبوع كامل باش هكا يلقوا اختيارات اللي هي متنوعة وما غديش نساكم ان شاء الله من العصائر يعني اختراحات او الاختيارات متنوعة احتفل العصير خليكم معي اخواتتي من الولداء الاخير وما تنسونيش فضلا من شجاعة ديالكم الله يجزيكم بخير ومرحبه بالاخوات اللي انضموا اجداد القناة مرحبه والف مرحبه دارداركم واخواتتي اللي مساندينني منذ بداية القناة نقول لكم شكرا لكم سنشوفو اطباق اللي هي كاملة مكملة ان شاء الله او الوجبات كاملة مكملة صدقوني هاد الوجبات كيجيو الدادي لدادي بزاف بزاف ولوقيتها ديالهم هي هادي يعني اخترت لكم وجبات ديال البرد اللي غد يدفينا ودفي الاجزام ديالنا منزيدش نطول عليكم خواتاتين توكلوا على بركتي الله ونقولوا باسم الله ونشوفوه اولا نبدوه باول اقتراح اللي غدي يكون لما سي ديال جاج او لا ديال ديكرومي وغدي نرفقوه بطبقة ديال الروز اللي كيجي زوين بزاف غني بالخضر بالنسبة لهاد الوجبة هادي او لهاد الاقتراح ديال اليمانسي ديال الجاج بالفطر كيجي ممتاز يعني هاد النوع هادا كناخدوه في المطاعم او لا في المحلات الكبرى كيتباع ولكن غدي نصيبوه ان شاء الله في البيت ديالنا كيبغيوه بزاف الوليدات غدي نحتاجو لي حبة وحدة ديال البصل اللي كنكونو مقطعينها كيف كتشوفو معايا مصلة وحدة مقطعينها مكحبة صغيرة مباشرة غدي نوضحها فوق النار بعد ما غدي نضيف لها شوية ديال الملحة وشوية ديال زيت نباتية باش غدي تنزل لي هاد البصيلة هادي والعناصر اللي محتوطة عندي على جنب غدي نحتاجوها ان شاء الله للروز يعني هادو تحضيرات كنحطهم حدايا على جنب باش كنسهل علي الخدمة غدي ناخد تقريبا واحد نسكيلو ديال صدر ديال الجاج او لا الديكرومي انا عندي هنيا الديكرومي غدي نقطعوه ارقوق يعني لما سيدي الدجاج او الديكرومي قطعتهم غير في البيت ممكن انكم تاخدوهم من عند القزار يعني يكونوا مقطعين بهذا الشكل هذا يكونوا صغورين بشكل طولي حاولوا تحيدوا الى لقيتوا فيهم شجليدة او لا هذا خليوا غير ذيك الهبيرة ومقطعة على هاد الطريقة اللي كتشوفو معايا ومن الاحسن كنخلي شوية في المجمد او لا دائما انا كنكون محتفظة به من قبل في المجمد بطبع الحال بعد ما كنكون غسلته باش كي يجيني سهل منك يكون باقي شاد البرودة كيتقطع ليا شرائح اللي في واحد شكل اللي هو ينقد نركزوا على انه يكون مقطع بهذا الشكل صفي هنا يا البصيلة بعد ما نزلت هي اللي ولكن نبدأ بها غادي ينضيف مباشرة هاد القطع ديال الدجاج كيف قلت او لا ديك الرومي وكان نذكر انا عندي ديك الرومي لا توفر ليكم الدجاج يكون احسن يعني اذاك سديرات اللي كتتاخدو او لا دجاج من اللي كتتاخدو اذاك سدير خليوا توضفوه بحال هاد الاطباق هادو غادي نقلبوا بهاد الشكل ومباشرة غادي نضيف ليه بنسبة التوابل عندي شوية ديال البزار وعندي التوم بودرة فهاد المرحلة كان نرفع شوية النار يعني كنزيدو شوية في البطا باش هكاية ما يطلقش لنا كمية كبيرة ديال الماء غادي نضيف الرسم علقة ديال الخرقوم وشوية ديالسكين جبير غادي نضيف هنا يا علبة ديال شومبينيو او ديال الفتر انا عندي هنا المعلب اللي كان نغسله و كان خليه تسقطر من الماء و كان نضيفه مباشرة بعد ما يتقلى غير واحد شوية درجاج او ديكرومي باش كي بقى حتى هو ينشف يعني حاجتنا به انه ينشف من الماء اللي كيكون فيه بعد المرات كتكون عندنا صلصة صوجة تقيلة و كينة خفيفة و هاد صلصة هادي او هاد لمنسي ديال الجاج بالفتر كي يجي اللون ديالهم غامق يعني اللون ديالهم ماغون هاد شحلش ضفت كمية اكبر هنا كيف كتشوفوا معايا في الصورة غادي نضيف هاد الكريمة هادي ديال هادي كريمة خاصة بالطبخ المدق ديالها زوين بزاف كتعطي واحد المدق زوين لاطباق ديالنا و انا كنوريكم هنا او لوريتكم العلبة لانني كنخدم بها بزاف ديال الوصفات كتبقى لنا مثلا ماشي مثلا كتبقى لنا شهر كامل في تلاجة بلا ما كتضيع بطبيعة الحال محكمة الاغلاق كنزيدوا الكمية اللي بغينا احنا ديال هاد صلصة باش على حسب كيف كنقوله خطوري اللي بغينا احنا ديال هاد اللي مانسي هادو يلا انتابهتو انا نزيت شوية ديال صلصة صوجة بمدق الفتر وانتو ما كيف قلت غيبقى لكم الاختيار واشكا تبغيوها غامقة او واشكا تبغيو في هادك المدق اللي هو شوية مجهد ديال الصلصة صوجة او لا لا شوفوا معايا فاشكا تغلو تعاود وكم تضوق في اخر مرحلة غدي نضيفه سلصة الجبن اللي كتغنينا على الفروماج وكتعطيت عليه كتهياء من نفس النوعية عفوا ديال هاد المنتوج ديال غاستخو ميكس انا هنا يا اخواتي يعني كنبيي لكم المنتجات اللي كنخدم بهم كعطيه واحد المدق اللي يزوين بغيتو اتاخدوا واحد يعني الفروماج محكوكها كي يوضفوه بعد القشدة الطرية غيبقى لكم الاختيار بغيتو اديرو هادي ووضفوها انا فاش كنشيري شي حاجة متانا شي علبة او لا هاد يعني هاد ساشي هادي ديال هاد الكريمة كنحاول اني نخدم بها معاكم بزاف ديال الوصفات او لا اقتراحات باش مضيعوش فيها وها هي اه يعني المقيلة ديال اللي ما نسي ديال الدجاج واجداء نخليها على جنب وغادي ندوزو نشوفو مع بعض ديالا الروز المرافق اللي غادي نرافقو بها الطبق غادي نحتاج لي حبة وحدة ديال البصل مقطعه مكعبت له مياه صغورين او لا ارقي وقين بالنسبة البصل لحجم متوسط يعني واحد البصللة متوسطة وهنا ايا عندي الفلفلة посто Lick لا لدي الفلفلة خضره عندي الفلفلة فلفلة حمره وعندي الفلفلة سوفرة وهنا عندي اي واحد الحبه ديال الكورجيت تبقت ليها من الخبيز ازياد الكفتال اللي تقسمت معاكو في الفيديو السابق وعندنا واحد الحبة ديال جزار مقطعه مكعبه صغورين وعندي زلفه ديالا الروز اللي غسلته مزيان وخليته مرطب بالماء ومن بعد سيطه اه صفيتو بالنسبة لهاد الكميه نضع الفلفل خضره و حمرة نضع النص بحلقة و نحسافظ به في المجمد نضع زيت نباتية و نضع مباشرة الحبة البصيلة في مطاعم كبرى و في محلات الوصفات الأكل يجربوا هذا الطبق لما ننسى الجاج بسلسة الفتر البصيلة بعد ما تنزل نضع ملحة و نضع الفلفل و كل شخص يقوم بقياسه يمكنك تقسمها على ثلاثة الوصفات و نضع المضاق و نضع الخضر و كيف قلت لكم و لدي كبير لأنهم غير ملحة تطبيقية و تقدمهم و يعودون ملحة و تدقون لدي جزارة و جزارة مكعبت صغيرة و ت obstacare اضيفتها بأول القرعة الأخضر من الخبيزة الكفتة بالخضر وعندنا التحميره نذكر أني دائما اخدم بنيوره نضيفتها و هنا زلفة الروز كل زلفة الروز يمشي معها جزلي في نصف الماء و يكون الروز مغسول و مرتب و يبقى في هذه القياسات كميشة الروز لا يوجد مشكلة كميشة الروز 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 يمكن تشوفوا معي بعد ما حليت عليه لقيته طايب في القياس هنا يا السلسة ازت منها شوية او لهذه الكريمة كتبقى اختيارية ولكن بما انكم وظفتوها في الطبق ديالكم يعني لكينا وظفوها احتى هي كتعطيه مدرق زوين سفي الوجبة ديالي اراها واجدة تقريبا واجدة سوف نضيف اولا غدين وجد سلطة ديال الخيار مطيشة الخص وعندي شوية ديال الفجل بغيتوا تزيدوا واحد البصيلة مقطعتها هي شرائح قوقة دائما كنحاول نرافق الاطباق ديالي بسلطات ولو يكونوا عاديين وبساطين هنا كتشوفوا معي الخص عندي راها مغسول وكنحيد لهذاك العرق اللي كيكون فيه قاسح وهنا عندي طماطم كرازية عندكم مطيشة عادية ديروها عندكم بصيلة كيف قلت تهي وضفوها سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف الملحة اللي بزار شوية الخلط وزيت نباتية سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف طبق ديال ديال ديك الرومي بسلطة الفتر ورافقناه بالروز ديال بسرطة الفتر سوف نضيف يجب بسرعة صدقوني اخوتي هاد الوجبة هادي او لهاد الاقتراح كيبغي الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير بطبيعة الحال هاد شرائح ديال الدجاج كيتقدموا على هاد شكل سخاني لان الكريمة راها كتبرد وكتماسك وانتو ما من تبغيوا تقدموه بطبيعة الحال دفيوه بغيتو تخفوه بشوية ديال الكريمة عندي شوية ديال بطاطس مقلية صدقوني اخوتي اقتراح اللي زوين و الديد بزاف هنا اخوتي ولدي اجا بدك يدق كنقول هراني كنصور ما انتبهش صافي بدك يدق وانا نخليه وانا نخليه الله يحفظ لكم ولداتكم ومعزي عليكم يا ربي هذا هو الاقتراح ديال وجبة غداء كاملة مكملة سلطة مع عصير بالنسبة للعصير تقسمته معكم في فيديو سابق وغادي نذكركم به ان شاء الله في الاقتراح اللي جاي ان شاء الله يدقى لنا نشوف دنجال او للوجبة ديالتنجال معمر احتاجوا واحد لبصلة مقطع مكعبات كنضيف لها شوية ديال الملحة بشك نزل بطبيعة الحال كنشحروها في زيت نباتية نضيف جوش درسات التومة و نجيب فيها دائما نحاول ندخل الخضر في الوجبات الفلفلة الفلفلة حمره وصفره وخضره و كميات الأرباع خليط ما بين قصبر و مع بنوس نحتاج الكمية بزايد و كونتري و نكهة خاصة و الدنجال في هذه الوصفة حاولوا اتخذ الدنجال لكي يكون عنده قياسات مقدم يعني لا تكون شو واحدة كبيرة و واحدة صغيرة باش يجينا شكل ديالهم جوين سوف نضيف الفلفلة نضيفها على البصلة و نضيفها و نضيفها و نضيفها ممكن نضيفها بقفيلة باش هكا تسهد أو لك تنزل و نرجع للدنجال بالنسبة للدنجال و نضيفها و نضيفها و نقسمها و شوفوا معي الدنجال أخواتي بيض من الداخل ما شاء الله بيض تلجى و نضيفها الزرقة و حيث نقش لأنوا كنت بغانية و نرى و نجد أضيفة و نعرفوا أنوا نجد نجال و تكون جديدة نحن نحديها بها الطريقة نحن نحن ندورها و تحديث بمعليقة نضيفها نحن نضيفها و باللوحة لدنجال باستخدام الحامض و في نفس الوقت نضيفها مدق لدنجال و في نفس الوقت لا تصبغ لنا الوحة هاد داخل ديال الدنجال هو اللي غادي نعمر به ان شاء الله غادي نضيفوه الخضر اللي عندي في المقلع صافي غادي نرجع لو هادوك كي يجيو بحل البونجة هادو غادي نقطعهم ارقي ووقين كيف كتشوفوا معي مكعبة صورين لان ما غادي ما غادي نتحنوهم موالو يعني هاكي غادي نعمروا بيهم فصل من هادوك غادي نسميهم الباخات ديال الدنجال غادي نكملهم ونصفوا معي كنحاول اني نحك شوية الحمض باش مكيكوحالوش البصلاء و الفلفلاء راه هم منزلوا ههههه هه ه ه ه هم منزلوا راه هم هبطو يومنه بغادي نزيدوا دنجال دنجال بسرعة لانك تكون في كمية كبيرة ديالي الماء بسرعة ها نحنن نزل سوف نغطى عليه واحد شوية بسرعة غير تمشي و يديكم و تجيبوها فيك تلقوه سوف واجد و يدينا يد التحرك قطعوهم صغورين باش ما تحتاجوش انه كنت معكوهم عندي شوية ديال سلسة الطماطم او المطيشة اللي انا موجدها من قبل يعني سلسة طماطم تحضير مسبق الفيديو السابق لانا ما نزلش فيديو قبل كنت وجدت معكم سلسة طماطم وجدنا بها الفلفلاء معمرة بالروز و الكفتا داك شوية اللي تبقى لي هو اللي وجدت به دابا هاد دنجل معمر يعني مني كندير شي حاجة كنخلي شي حاجة كتكون تابعها الخدمة نضيفت كمية ديال الرباع و ندوزل التوابل عندي تحميرة او البابريكا الرباع مدرتش لكمية كاملة حيث غا نحتاج نزيد شوية في الاخير شوية ديال السودانية او للشطة شوية سكنجبير و شوية ديال الكامل العطرية او للتوابل كتبقى على حساب الكمية اللي درتنتم اغدي نضيف شوية زيت زيت الزيتون اخواتي اللي بقى ما شافتش الفلفلة معمره كتجي خاطيره ضيفوها ضيفوها عفوا حتى هي الهاد بحل هاد الوصفة هاديتي تجي زوين بزاف الوصفة ديال الفلفلة معمره اقترحت لي تقسمت معاكم في فيديو السابق ديال جدوى الأسبوع كامل احتوى الاخوات اللي عادلت تحقوا بالقناة كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو اللي قبل فيها افكار اللي هي زوينة خبيزات بالكفتة والخضر واحد الكمية قليلة ديال الكفتة ونخرجوا منها ما شاء الله شحال ديال الكفتة صفي اهنا يا ارجعت لهاد الفلفلة مع الدنجال وغد ينضيفوا عليهم واحد الكمية ديال الكفتة تقريبا واحد ميتين قرام ديال الكفتة صفي كان بقى نفتتها حتى تنزل اولا غد يطيل دائما نحاول ان نرفع النار بش ما يتلقش لنا الكفتة الماء اولا هاد العناصر ما تبقى ديال الربع يعني خالد ما بين قصبره مع الدنوس انضفته و هنا ايه صفي قدي نجيب صينية اللي غدي يدخل فران انا هي قدرتهم هنا ايه ديروهم في شي صينية اللي كتساع لكم الكمية اللي عندكم كاملة انا كم قد وقنشوفين هي اللي غد شد بلاستها هادي هادي هاديك حتى تقدم نضيف جبن فرومج حمر و موزاريلا ممكن انكم متوظفوه نهائيا ممكن اضع طريف فرومج و صندويتش في القاعدة المهم الفكرة انتم اضعوا القسم الله اضعوا ساقر اضعوا القوارب دانجال بما انني خدمت بهذه الطبقات بوحدته فخرت طواجين صغير و طيبته بما انني خدمت بهذه السلصة الجبن لنسبة الأخوات المعندين لديهم الفرماج أحمر يعني هناك نبيا لكم أخواتير ممكن أن يدخلوا لها ودخلوها الفران لأنها هذه بديل الفرماج بديل سلسة البشامل عندها بزف ديال استعمالات باش منين تأخذوها ما تضيعوش فيها هاد الشي عليش كن بغي نعطي أفكار إلا خدمت بشي حاجة كن كنلقى لها نلقى في نوظفها عاود نضيف الفرماج ودخلت الفران و بالنسبة للعصير نخلي لكم الرابط دياله إن شاء الله في صندوق الوصف باش هكا الفيديو ما يجيش طويل لأنني تقسمتوا معاكم في فيديو سابق ديال الخزوء والحامض كي يجي خاطير مع حبة ديالتفاح كي يجي أكثر من رائع ما كيت أكسد ما كيتغير له اللون يعني بالجزر هاد العصير إن شاء الله سوف تستفدو منه انتم مولداتكم و يخرج كمياء كبيرة ان شاء الله سوف نخلي لكم الرابط دياله في صندوق الوصف كيف قلت باش هكا نعودوش الوصفة لأنني قدمتو مع هاد النجال أو لو جدتو مع هاد النجلات هادو مع مرين و أنا كعجبوني العصائر اللي كيكونوا خفافين يعني ما كيكونوا خالين بحل شي مشروب كي كيك يخفيف خطين تكونوا فهمتوني شكرا الخواتات اللي كيكتبوا لي فهمناك سوف يكونوا في طبق ديالنه وواجد بعد ما كنتدخلوه الفران كيدو بعلي هادو الفرماج و بالنسبة لها القوارب صدقوني كي يجيوا رائعين رائعين يعني قدموهم مع بزاف ديال اقتراحات اولو بزاف ديال الافكار ممكن انكم ترافقوا بهم هاد النجال هذا معمر ممكن تضيفوا غير سلطة عادية خضراء وترافقوه بها يعني سلطة ما طيباش كيف كنقولوه رشيد شوية ديال معدنوس او لشوية ديال اربع و غادي نوريه لكم كي يجي اكتر من رائع خصوصا من كي يكون سخون صدقوني اخواتي مني كنحطو حناي الحاجة بحالها كي يطبق مني كنبغيو نقدموه يعني اه لكي يصورو بحالها كاليوتيوبرزات كي يوجدو شي حاجة والله اخواتي لكي كل شكل ديالها احسن لانا اه ممكن جيو حنا في نبينو او لا كتكون سخونة وسايحة ولكن ما كتعطيش حقها في الصورة سبحان الله المهم ان شاء الله منهم غادي نجربوه غادي نتعرفونا لش كندوي اكيد بزر ديال اخوات غادي نجربوه ويرضو علي الخبر غادي ندوز ونشوفوا مع بعضياتنا اقتراح الوجبة نزوينا سواء اللغدة او لا لعشاء لبط لانا الوليدات كي يبغلوا بزاف هاد الاطباق هادو ديال لبط عندي هنا يا حبة ديال البصل في هاد المقلات غادي نخليها حتى غادي تنزل شوية وعلى جنب عندي كاسرول في هالماء مغلي غادي نضيف لها ورقة ديال سيدناموسا اولى ديال الرند شوية ديال زيت نباتية ومليحة فاش غادي نسلق انا يا هاد العجائين هادو اولى هاد البط اضفت شوية ديال الملحة على هاد البصيلة اللي كتنزل والعجائين خدو اي نوع من الاختيار ديالكم انا هنا يخدمت بهاد النوع هذا والقيص اللي غادي يكفيكم كاتب قيدية في هاد البصيلة وكنرجاع ودلي باتلير راهم كي طيبو بعد ما كتنزل هاد البصيلة غادي ناخد واحد العلبة ديال الفتر او لا ديال الشامبينيو اللي كنكون اه اه غسلتو اسقطرتو من قبل ومباشرة غادي نضيف له كمياء ديال الجاج او لا شرائح ديال الجاج او لا ديك الرومي اللي توفر غادي نضيف شوية ديال توم بدرة بنسبة التوابل شوية ديال توم بدرة شوية ديل البزر شوية تسكنجبير وعندي شوية ديال الخردل او لا شوية ديال الموتهر هادو غادي يكونو ان شاء الله ها لبت بسلسل بيضاء كي جيوال دا ديالو بالفتر سوف نضيف لهم شوية ديال السلسة السوجة سوف نقلب الكل حتى نزله شوية ديال الاربع وهنا نفس السلسة اللي خدمنا بها في الأول سوف نضيف لهم سوف نضيف العلبة ساشي مضبوطة مكتوبة فيها غاستخو ميكست سوف نضيف هذا اقتراح ساهل و بسيط للعشاء او للغداء الوليدات و ممكن انهم ياخدوهم معهم المدرسة سوف نقلب فيها و نضيف و نجيب سوف نضيف الفرومج سوف نضيف سوف نضيف سلسة الجبن سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف الكل و ها هي الوجبة ديالي واجدة غا يبقى لنا اننا نوجده معها واحد العصير او الكويس ديال العصير باش نرافقوا بها اه الوجبة ديالنا بالنسبة العصير اخترت لكم عصير لي هو زوين زوين بززاف صدقوني كي يجي اكتر من رائع عندي فيه حباء ديال الخيار و عندي حبة ديال التفاح او لجوج حبة ديال الخيار كي يكون مغسول بطبيعة الحال و كان حيد منه اه القشرة ولا في ذيك الزريعة اللي في الداخل حتى اياك نحيدها اولا كنحاول انني نقص منها يعني بنسبة القشرة كنحاول نقص منها الخيار والتفاح كيتوتوا بشكل كبير مع بعضياتهم في العصير وقد ينضيفوا واحد الاضافة اللي كتعطيه مدق زوين اللي هما يأوريقات ديال النعناء ان شاء الله قد نضيفهم لهد بالضبط العصير و بالماء يعني هذا ما فيه لحليب لا برتقال عفوان يعني جبت حامضة اللي نحاول انني نقشرها يا اما كتحيدوا للقشرة الخارجية فقط اذا كانت غليظة ولكن ترقيقة تقطعوها بحال هذا الشكل عفوا شكل دوائر ومن بعد سنتحيدو لها العظيمة اللي كيكونوا فيها من الداخل كنحاول اني انقدم لكم كل وجبة معها اقتراح ديال العصير او لا سلطة باش هكا ترافقوا الاطباق ديالكم وكيف قلت لكم اخواتي في الفيديو السابق اقترحت عليكم مجموعة ديال العصائر او لا وكانت حتتح ليا بفكهة الكاكي وكانت تقام رخيصة وزوينة زوينة صدقوني غا تغنيكم على يعني على الفلون كيف قلوك كتجمد في بلاستها ها انتم ما شوفوا معي اضفت ورقة ديال العناع اضفت السكر وكمية ديال السكر وضفت كمية ديال المالي غادي تطحن لي فيها هاد العصر في الول كنا بده اغرب واحد شوية ديال الماء حتى كنشوف ان العصر ديالي تطحن اولى المكونات اتطحنوا مع بعض اياتهم زيان احد كنزيد القياس ديال اللي غادي نحتاج ديال الماء باش العصر ديالنا اجي خفيف كيف كنقول دائما ما كنبغيش العصر يكون تقيل وهذا عصر طبيعي كمية سكر انتم اللي غادي نتحكموا فيها ممكن حتى الكمية ديال الحامض تزيدوا قياسكم كي يجي خطير هاد العصر هاد هاد العصر هاد قاعد العصائر اللي تقسمت معاكم في هاد الايام اللي كانوا فيها جد والاسبوع ديال وجبات او لا وجبات غدا او عشاء كل هم زوينين وكل هم ان شاء الله ينفعوكم وينفعو ولداتكم وكيف قلت اخواتي هذا تحت طلب العديد من الاخوات اللي بغوا افكار اللي هي متنوعة الوجبات غدا او عشاء هنا يجب ان نصفي العصير ديالي لانني كان نحتاج دائما العصير يكون خفيف ما كان بغيش يكون تقيل وما يكونوش في هاد الشوائب خصوصا بالنسبة الوليدات هنا يجب قلي القشور ديال التفاح القشور ديال الخيار ودك الحامض ما تبقى ارى اني كان عاود نكبع عليه كمية ديال المو وكان طحنه مرة ثانية وكان عاود نصفيه وهالعصير ديالنا واجد او المشروب ديالنا واجد اللي غدا نرافقه به طبق ديالنا هذا ان شاء الله يكون فكرة الوجبة عشاء او اللي غدا سهل وسريع وكتحضر في واحد الوقت اللي هو اقصير ووقت اللي هو قياسي ان شاء الله افكار اللي تعجبكم وتنفعكم وتنفع وليداتكم ولا بقيت معي اختي حتى اللي هنا يا ما تنسينيش الله يجزيك بخير ما تنسينيش من تشجيع ديالك بواحد لايك او لا تعليق ولا قليب ولا وريدة باش مصخك الله يعني اي حاجة كتخليوها في التعليق كتخليوها في التعليق كي تقترح الفيديو على اخوات ولو ما كيكونوش مشتركين في القناة وما فيها بس الى بارتاجيتو القناة اللي عجبكم المحتوى ديالها بارتاجيوه مع الحباب والمعارف ديالكم ولكم الاجر وهاي الوجبة ديالنا كامنا مكمولة تهي العجائين بسلسة الفتر وبنسبة لهد السلسة بزاف ديال اخوات اللي يطلبوا مني انني نوضف هديهم بزاف ديال اقتراحات باش هكا ما يضيعوش فيها نكشي علش حاولت انا نعطيكم افكار اللي توضفوها فيها وندوزوا نشوفوا مع بعضياتنا اقتراح ديال حوتا معمرة في الفران نكتجي حتى هي زوينة زوينة بزاف ولدي دا غدينا رفقوها بطاطف الفران وين عندكم اخواتي طلبات يعني في حد التحضيرات اللي كنحتاجو للعشاء او للغداء خليوها ليا في التعاليق كيف كنقول دائما طلباتكم اوامر وبنسبة الاخت اللي بغت خبز دست غدي نتقسمو معاكم ان شاء الله في الفيديو المقبل نتمنى تكون سمعتني في هذا الفيديو لانها كتطلب لي خبز دست اكتر من مرة هنا عندي واحد الحوتة اللي كتكون كبيرة اللي كتكون في الفران بطبع الحل ديال الفران عندي شرمولة اللي هي الربيع والمعدنوس يعني خلط ما بين قصبر ومعدنوس والثومة نضفت لها شرمولة عادية يعني فيها الكامون تحميرة في عصر الحامض فيها شوية ديال الهريسة او السودانية زيت زيتون او زيت نباتية الكامون بطبع حل ما غديش نسوه ولو غير شوية ما نكتروش منه لان عندنا هاد النوع ديال الحوت ما كيبغيش الكامون بزاف لانه كيجي مر عصر ديال الحامض وشوية ديال الماء باش غدي نخلط هاد شرمولة يعني شرمولة عادية المغربية وممكن نضيف شوية ديال الزعتر او لحكا ديال الزعتر حتى هي كتوتا بشكل كبير الحوتها مغسولة ومنضفة بطريقة زوينة وكن نحلوها من الجهة اللي كتحل منها يعني كنعطيوها بايع سامك هو اللي كيحلها لك انما نقدرش نحلوها في البيت او لما نعرفوش حنا نحلوها هو كيحلها من الجهة اللي ممكن ان باش غدي يتعمر سوف ندهنها بهد الخلطة هادي كاملة اولى بهد الشرمولة نعمرها من الداخل مزيان سوف ندهنها بشكل كاملة عمرتها وكيف قلت اولا عندكم شوية ديال الوقت بزايد سوف ندهنها بهد الشرمولة هادي وغد نخليها تبقى شوية على جنب يكون احسن عندي الشعرية الصينية او لا الشعرية ديال الروز اللي كنكون مرتبهها في الماء من قبل حتى كترطب الماء مغلي بطبيعة الحال ومن بعد كنصفيها وكنخليها حتى كتسقطر ومن بعد كنبدأ نقطعها بهد الشكل بغيت تقطعها بالمقس كتقطعها بالمقس كتقطعها بالمقس انا اضافت شوية ديال الشرمولة كيبقى عندنا المضاق حتى في ديال الشعرية يكون زوين انتم اخذوا كمية ديال الشعرية على حسب الشعرية الصينية على حسب الكمية او لا على حسب الحوتة قداش واحد قريبا مائتين جرام ديال الكروفيت او المهم واحد الحفنة كيف قلوه لازليفة صغورة اضافت شوية ديال زيتون مقطع والشعرية ديال الروز او الشعرية الصينية تكون ديال الروز يكون احسن نحاولوا نقع لبسوا دوك شعيرات ديالها هنزد شوية ديال الشربولة لان نبنت ليا باقي خاصها شوية وهذه نبدأ نعمرها راكد تاخد كمية ما شاء الله هاديرها من تكون لعائلة كبيرة او لتكون عندنا اضياف او لها بغيتوا اضافوا للشعرية الصينية اولى لهذه الحشوة الفتر ممكن انكم اضافوا له الفتر معلب او الجاف طبعا الحال بعدما الجاف كتكون ارتبته وصلتوه مزيان ارتبته بنسبة لي انها اسمتلها بشوية ديال زيت نباتية او لها السمكة هذه المعمرة سوف يدخلوها الفران طيب ديالها كطيب بفرن الساخن يعني الفران كيكون سخون مزيان لانها ضغيية كطيب هنا لديها البطيطة الصغورة التي سلقتها نصف سلقة سوف يوجدها بقشورها شرمو للي وجدت الحوت هي اللي سوف نرافق بها الحوت سوف ندخل البطيطة الفرران سوف ندخل البطيطة الفرران وكي تكون بالقشرة كثيرة بشكل كبير هنا يضط لها شوية توم بودرة تحميرها و الزعتر و الزعتر و الملحة لا تنسوها بطبع الحال و السودانية او للحار او للشطة اللي كتوتى مع البطاطا ضروري من هذا الحوت الزعتر اللي تعطيها مضاق زوين و ندخل البطيطة الفرران و الحوتة دينا بعد ما طابت سوف نقدمها في هذا الطبق هذا اولى على هذا الشكل هذا يعني كنلقوا اقتراحات نغيروا بهم في الوجبات ديوننا سوف ندخل البطيطة سوف ندخل البطيطة سوف ندخل البطيطة سوف ندخل البطيطة و هنا عندي القوق و عندنا الجزر اللي مشرمل او لخيزه مشرمل سوف ندخل البطيطة او لتأول زيارة لكم القناة تعجبكم المحتوى فعلوا الجرس بالطريقة الصحيحة باش نبقوا توصلوا دائما او لا باش تبقوا توصلوا دائما بجديد الوصفات والحلقات ان شاء الله و نتقسم معكم ان شاء الله قريبا النجال اللي مقلي بوحدة تتبيه خطيرة خطيرة بالنسبة القوق ديك الفرغات اللي كيكونوا في الداخل دارت لي شوية ديال مايونيز و خففته الخردل عفوان الخردل ماشي المايونيز خففته بشوية ديال الحامض شوية ديال معدنوس يعني باش تأكلوا وريقات نبقوا نغمسوا فيهم بحل هكاية على هاد شكل هادا الخردل او للمتغد ماشي المايونيز نتلقوا ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحبكم في الله أخواتي